لقيتهم عددهم ناس بتقول 8 مليون، ناس بتقول 7 مليون، ناس بتقول 6 مليون أيا كان الرقم ملايين وبدأت بعمل سيرشي لقيت في الوطن العربي عشرات الملايين وبرأ فلقيتهم 80% منهم أميين ما بيقروش ولا بيكتبوا قلت يعني ما بيسمعوش ولا بيتكلموا ولا بيقروا ولا بيكتبوا طب ليه أميين عشان بيوصلوا لدرجة تعليم معينة وبيقفوا 80% تقريما منهم فقر انعزلوا عن المجتمع ما بنشوفهمش في الحياة ما شفناش رجل أعمال قصام ما منعزلين ليه بقى منعزلين عشان أبسط حاجة لو حد فيهم زينا تعب أبو ولا أم ولا ابن ولا بنته رح للدكتور هيقول للدكتور إيه زي ما احنا بنقوله فعشان يحصل ده تواصل لازم يكون مترجم لغة إشارة معاه مترجم لغة الإشارة حضرتك أغلى من المترجم الأسباني والألماني والإيطالي طبعا وهم على قد حالهم فانعزلوا عن المجتمع الهدف من القناة دي القلوب الطيبة سمتها قلوب الطيبة لأنهم ما سمعوش حاجة وحشة عشان يقولوها وهم يعني لا سمعوا حاجة وحشة ولا حاجة حلوة طب ليهم احتياجات كتيرة ليهم احتياجات طبية وثقافية ودينية يتواهة ويسخارطه فبعدها تنامي القناة حاضرتك أي شاشة بنشوف فيها مترجم لغة الإشارة بيبقى أسفل الشاشة هما بيعتبروا دي إهانة فأنا عامل أي محتوى هيزهر بعد كده هيبقى تلت الشاشة للصم دي المترجم سوري والتلتين للمحتوى سواء فيلم أو مسلسل أو أي حاجة كل الاحتياجات اللو هما محتياجين بس موضوع كتير أو يعني ممكن نتكلم فيه سبو żimmer طيب suppliers يعني فحطيت بقى على المنصة مواد بقى فنية وتسقفية. الإقبال كان عامل إزاي؟ هو لسه طبعاً الكلام ده المؤتمر اتعامل من 15 يوم. وكلمت الدكتور أشرف زكي. لسه بقوله أنا عايز أعمل مؤتمر صحف عشان عايز أعمل قناة للصوم. قبل ما اشرح له قال لي موافق بصراحة. عملنا المؤتمر حضره أستاذ أحمد بديار وستاذ أحمد سلامة. فانقبت المعنى التمثيلية والنادي فتح لي مكان وقال لي اعتبروا ده بيتك هو بيتي فعلاً. مرضود بقى الناس أن يتعامل قناة خاصة بهم دي اللي كانت حلوة. أو بدأت الناس كلها تقول يلا 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 معاكم. طيب رحت للنادي الأهلي ونادي الزمالك. لقيت فيه مشجعين للصوم من نادي الأهلي الزمالك. لأن دي كمان لغة ما فيهاش كلام. طبعاً. وانت عارف الكورة وهوس الكورة. طبعاً يعني هي بينا جداً وهو سايف الكورة رايحة فينه وجام نينه. بالزبط. طبعاً. وقلت عمل لهم استوديو تحليدي لكورة القدم. وروحنا للنادي الأهلي ومفهوض فيه زيارة قريبة عشان الدور واقف. يبقى فيه زيارة للنادي الأهلي يحضروا التدريب جزء منهم. والنادي الأهلي يعمل لهم عملية لغة إشارة دي. وبالزمالك. وبدأت أخاطب بقية الأندية الجامعيرية اللي هي إسماعيلي في الإسماعيلية. المصري في البورسعيد. الاتحاد السكني. بقيت الأندية كلهم اللي فيها جمهورنا برضو كل المحافظات.